اشتركوا في القناة هي البوصلة للدول وهي ما يقودنا للوصول الى نقطة مرجعية ثابتة في زمن يشهد تحديات ومتغيرات لا سابقة لها امنت باهمية الاحترام المتبادل والحوار والتسامح هذه القيم اساسية لكي نتمكن من خوض التنافس العالمي ومن انشاء السلام والاستقرار والازدهار ليس فقط في منطقتنا ولكن ايضا خارج هذه المنطقة فهذه المبادئ لن تساعدنا فقط على الابقاء على علاقات جيدة مع شركائنا وجيراننا ولكنها ستسمح بالانخراط بشكل ايجابي مع الاسرة الدولية الاوسع عني طاقا هذه القيم الاساسية تسمح باستخدام وبانشاء بعض المبادئ كاحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والامتثال للقانون الدولي ولميثاق الامم المتحدة هذه القيم والمبادئ هي البوصلة بالنسبة الى الدول وهي التي تقودنا عبر المنظر المتغير للتنافس الدولي وهناك بالطبع جهات فاعلة جديدة وديناميات جديدة تبرز بشكل يومي وهي تؤمن نقطة مرجعية ثابتة في اوقات نشهد فيها تغييرات لا سابقة لها ومن خلال بروز الاقتصادات الجديدة وتوسع التكنولوجيات وتحديات العالمة هذه القيم والمبادئ تسمح لنا بخوض غمار هذه التحديات وبإيجاد أرضية المشتركة إن كان بإمكاننا أن نروج لهذه القيم والمبادئ على المستوى الدولي من خلال إبراز أهميتها بالنسبة إلى كل الدول والمجتمعات والشعوب أعتقد أنه سيكون بإمكاننا أن نعيد توجيه التنافس في اتجاه إيجابي في منطقتنا وخارجها اشتركوا في القناة